السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اليوم عدنا مقارنة بين جهازين من نفس الشركة من شركة هواوي الواي 9 اس والاونر 9 اكس تقدر تقول جهازين من نفس الشركة نفس النظام نفس الدزاين لكن هنا المواصفات الموجودة بين الجهازين مشابهة بنوعا ما بشكل مباشر حتى السعر مساوي ونبدأ بالشاشة طبعا الجهاز يأتي بشاشة مقال 6.59 full HD plus من LCD الشاشة كاملة من بداية النهاية والاطارات جدا نحيفة وراح تكون الكاميرا منبثقة من الأعلى وهذا احنا تعودنا عليها من كثير من الشركات من شركة شاومي وحتى شركة هواوي طبعا الجهازين يأتي بنفس المعالج الهاي سيليكون الكيرين 710 اف هذا المعالج تقدر تقول شوفناه بكثير من الأجهزة يعني شركة هواوي اضطرت لها تخلي أكثر الأجهزة الموجودة راح تجي حاليا ممكن بهذا المعالج المتوسط لان 810 الانر 9x جاب النسخة الصينية 810 ماعرف يعني لكون الحضر الموجود على شركة هواوي ما تقدر تنزلها السر 810 بالنتيجة فالجهازين بنفس المعالج ذاكرة عشوائي 6 قاقة مع 128 النسخ اللي اجتنا رسمي للعراق طبعا بالنسبة للكاميرات الجهازين يأتي بكاميرا أمامية وتخرج من الأعلى ب 16 ميجابيكسل الأمرات الخلفية راح تكون ثلاثية 2 ميجابيكسل 8 ميجابيكسل 48 ميجابيكسل راح تكون عدسة أساسية طبعا الجهازين يأتي بنفس النظام هو 4 ميجابيكسل 4 ألاف ميلي أمبير والأونار 9x ما يدعم الشحن السريع بس الواي 9 اس يدعم الشحن السريع وما يدعم معرف لكن الجهازين بنفس البطارية 4 ألاف ميلي أمبير الجهازين بنفس السعر 239 دولار ما يقارب ال 285 أو 283 ألف عراقي شنو الفرق بين الجهازين شنو الفرق يعني تقدر هساني أردى اشتري واحد من أجهزة شنو الفرق ماكو أي فرق مواصفات تقنية نهائيا ماكو أي فرق مجرد انت تريد تشتري شوف هذا الجهاز قدامك منه أجمل منه عجبك اشتري انتهى خلاص مواصفات تقنية ماكو أي فرق تاخذ الواي 9 اس نفس الوضعية بس أنا شوف الواي 9 اس ممكن اكو بيه ألوان جميلة جاي نفس الألوان ال بي 30 و بي 30 برو فممكن هذا يجذب نظرة انه شكل الجهاز يكون أحلى ممكن بالاستعمال الشخصي ممكن يصير فرق بين الجهازين ماعرف لكن مواصفات تقنية كنظريا ماكو أي فرق بين الجهازين نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وفي امان الله شكرا شكرا